تصحى النهاردة كده تلاقي الدنيا هادية والموضوع هصه هصه ومحدش جاي بصيرة عن كل الهري اللي كان بيتقال من بعد مطش الاهل ومازنبي طبعا على طول كان فيه رمونتادة وكان فيه رد فعل كبير من عندنا هنا في قناة الاهل وكان فيه ردود على كل الكلام اللي اتقال عاقب صافرة الحاكم الكيني في مباراة الاهل ومازنبي واللي طلع هتكلم بعد مباراة الاهل ومازنبي الامر اساسا المفروض لا يعني لا يعني في شيء لو هتكلم بقى بالمتابعة او بالتحليل او بالانتماء مباراة الاهل ومازنبي لا تعني شيء للاشخاص الذين تحدثوا وظهروا عقب نهاية المباراة في امور كلها كان فيها اخطاء فادحة عن قصد او بدون قصد ده بشكل عام وانا دايما ما بحبش اسكر اسماء هولا الاشخاص لان هما دايما حبين ان هما يكونوا حالة وتتقال اسماءهم في البرامج سواء على سبيل الجد او حتى على سبيل السخرية هما بيحبوا الجو ده وبيحبوا جدا الشو والطريقة دي والغريب ان هما يعني الاول كان واحد بعد كده بقوا اتنين دلوقتي بقوا تلاتة ما في ناس شايفة ان ممكن اكل العيش بيجي بالطريقة دي في ناس شايفة ان التحليل الموضوعي ما بيأكلش عيش في ناس شايفة ان الاعلام دلوقتي او التحليل او الحديث في الامور العامة اصبح التفاهات فيها هي اللي بتسمع بشكل كويس فكان واحد الاول بيتكلم بطريقة يعني الكل كان بيتحك عليه فبعد كده بقوا اتنين بقوا تلاتة بقوا خمسة بقوا في مكان واتنين وثلاتة ويطلعوا في مكان وبعد كده مكان تاني يجيبهم ويديهم مرتبات وفلوس اعلى عشان يعملوا نفس الشو ده في نفس المكان اللي كانوا بيعملوا في المكان الاولاني مصرحية والله العظيم مصرحية هزلية بنتفرج عليها بقى انا اكتر من سنتين تلاتة يعني بكلم مثلا اخر اربع خمس سنين الموضوع بيزداد يوم عن التاني والمشاكل بقت كتير والمادة الاعلامية اللي بتتقدم سواء للقراء او للمستمعين او للمشاهدين بقت وصلت لمرحلة ان الناس بقت تتكلم في التفاهات اكتر ما بقت تتكلم في الامور المهمة اللي ممكن تفيد الفرق او تفيد الاندية او تفيد المنتخبات او حتى تفيد الشارع الرياضي في مصر عشان كده لما بتخش على القضية في ملف قر كبير او دول كبير بتلاقي الاعلام هنا عنده مشكلة مش قادر يجاري الاعلام اللي برا لان برا فيه موضوعية برا ما فيش ترند برا ما فيش سوشيال ميديا زي اللي موجودة هنا بطش مازينبي والاهل انتهى انك تسمع او تقرأ حاجة لمسؤول في نادي مازينبي على المباراة ابدا ادخل على اكاونت على منصة اكس لفريق تي بي مازينبي الناس بتتكلم وكادمة تقرير المباراة بشكل فني جميل جدا ما فيش اي مشاكل ما فيش اي حاجة هو تصريح اتقال للمدرب السنغالي لفريق مازينبي بينتقد التحكيم وده بيحصل في مرشات كتيرة جدا لكن هل فريق مازينبي لغاية اللحظة دي بيتكلم على الفار والمباراة والمخرج لا دي طلع من مصر زي ما طلعت من مصر من حوالي ست سنين لقطة برضو عملت مشاكل للاهل في تونس وبيلعب الترجي التونسي عشان كده احنا المرات دي واخدين الموضوع عن محمل الجد مساكتين عليه وامبارح انا اتكلمت في الموضوع ده واتكلمت على قصة الاخراج التليفزيوني والناس اللي قاعدت تقول محمد نصر هو مخرج المباراة وانا قلت له مباراة يا جماعة والله محمد نصر ما كانش مخرج المباراة وقاعدت تقول لك قص المخرج هو اللي حرك الفار وهو اللي قال للفار وقاعدوا يفتكس ويقولوا كلام واحد قاعد على كنبة في بيت بيفتكس بكلمتين بيطلع على السوشيال ميديا بفيديو هو اساسا غير مؤهل ان يمسك تليفون مش مؤهل بس ان يتكلم مع الناس ده غير مؤهل ان يمسك تليفون بكاميرا مش يتكلم مع الناس وواحد تاني برضو ما تعرفش طالع من عربيته ولا طالع منين بيقول اي كلام فأي كلام تاريخه ايه والله ما تعرفه باكليفت كان بيلعب فين والله ما شفته قبل كده في حتة لا ليه تاريخ في الاهل ولا ليه تاريخ في نادي تاني ولا ليه تاريخ في ايه حتة ما عندهمش فكرة عن الكورة بس خلاص الحتة دي بتأكل عيش الحتة دي بتتطلب في اماكن كتيرة وخلاص بقى دلوقتي لقطع السوشيال ميديا كل كلمة قلناها امبارح في موضوع الفار في موضوع الاخراج اتقرر امبارح بالليل لما مخرج المباراة اللي طلع واتكلم في كل البرامج مخرج يشام عبدالوضود قال نفس الكلام اللي هلقلتهم بارح المخرج مالوش علاقة المخرج برا المشهد الفارلي ادوات تانية الفارلي قصة تانية